أهوهur أبل خلصت مؤتمرها أبل أعلنت عن لون جديد لايفون giro 13 اي باد اير محدث و بلون جديد أيضا مك ستوديو مح premiers تاك ستوديو ولأ الفيديو القادم تنسى تشترك والنبدأ في righteousness وتعلن الجلس المزيد من الفيديوهات الرهيبة والمختصرة بكم حتى دهم أرسائل أنا أدهم ومع هذه الأساسقة تعالوا نتكلم عن هذه الأجهزة بالتفصيل أكيد مرحبا لنا قبل كل شيء ذاكرك تشترك معنا بالقناة وتفعل الجرس حتى تكون أول شخص يعرف لما نزل فيديو جديد عندنا بالقناة طبعا أبل باقتداء من السنة الماضية سنت سنة جديدة وهو لون خريفي مدري يا ربيي مدري وش الفصل اللي احنا فيه لاني صراحة ما اشوف الغبار المهم صار فيه لون جديد السنة الماضية كان بنفسجي هذه السنة صار الأخضر وبعكس السنة الماضية نزلوه للفئتين للبرو وحتى للعادي وفيه اختلاف درجة بسيطة في اللونين المهم أنه اللون الجديد هو أخضر على زيتي تقريبا عموما هذا بالنسبة لآيفون 13 ما فيه أي تغيير آخر أيضا أعنوا عن آيفون جديد للناس اللي يبغون آيفون بسعر رخيص كانت نتكلم عن آيفون SE 2022 الجهاز يجي بنفس حجم الشاشة 4.5 إنش نفس الألوان نفس التصميم اللي تعودنا عليه سابقا قطراف كبيرة فوق وتحت والبصمة موجودة أسفل منطقة الشاشة في نفس نفس التصميم القديم تماما طب إيش الشي الجديد فيه؟ الجديد فيه أنه صار يدعم 5G صار فيه معالج A15 اللي هو أحدث وأقوى معالجات أبل وهذا معنات أنه بالرغم من أنك أنت تاخذ هذا الجهاز اللي هو بتصميم قديم شوي أو قديم كثير صراحة إلا أنك أنت تاخذ أحدث المعالجات بأقوى أداء ممكن تشوفها وراح يدعم تحديثات أبل لسنوات طويلة قدام يعني تقريبا نتوقع ستة سنوات بكل الأحوال الكاميرا تم تحديثها في هذا الجهاز وصارت أفضل صارت تدعم أشياء مثل ديب فيوجين لطلق تفاصيل أكثر في الكاميرا حطوا فيه أقوى قزاز على الإطلاق واليوم موجود في جوالاتهم سلسلة الآيفون 13 هنا جت في الأس إي وعن تجربة هي فعلا قوية ورأيي في هذا الجهاز راح أوفره للمراجعة بإذن الله تعالى لحد ما يوصل لكن الأهم هو السعر سعر هذا الجهاز هو 429 دولار حسب السعر العالمي لكن بحسب السوق الإماراتي فرح يبدأ عندهم السعر بـ 1849 درهم وهذا هو السعر الرسمي من أبل للسوق الإماراتي وبالتالي يتوقع بأنه راح يكون قريب للسوق السعودي طبعا ثم أطلقوا آيباد إير اللي هو جايب بنفس التصميم القديم الفرق أنه جايب بلون جديد بنفسه وطبعا في شوية تحديثات سلسلة آيباد إير هي أنا شوفها الجهاز المناسب لأغلب الناس يمكن 90% أو أكثر حتى من 90% من الناس هو الجهاز المناسب إلى أنت كنت تبغى آيباد طبعا أي شيء الجديد فيه أول شيء صار فيه معالج M1 وهذا بحد ذاته يعتبر شيء رهيب وبحكم أنه جاء فيه هذا المعالج الخرافي اللي يستخدمها أبل في لابتوباتها أبل صارت تعدك بأنه هو أسرع من جميع التابلتات اللي موجودة في فئتها طبعا أكيد يدعم قلم أبل الجيل الأحدثي والثاني يدعم كيبورد مثل أول الشيء الجديد أنه صار يدعم 5G فبالتالي فيه سرعة أكبر المدخل اللي فيه تكلموا عن السرعة العالية فيه بالتالي رح يفيدك في نقل الملفات وما شابه الكاميرا الأمامية تطورت صار 12 ميجابيكسل وبالتالي رفعوا الميجابيكسل فهذا خلاهم يقدرون يدعمون لك السنتر ستيج اللي دائما تخليك بالمنتصف نفس الميزة اللي موجودة في سلسلة الآيباد برو ومثلما قلنا فيه لون جديد الوبناس جديد بخصوص الأسعار هي كما هي ظاهرة أمامكم مرة لنقول بأنه سعر الدرهم هذا هو السعر الرسمي الخاص بالسوق الإماراتي وبالتالي الأسعار بالسوق السعودي راح تكون قريبة منه ثم بعدها كنت مستني أن أبل تعلانا عن معالج M2 الجيل الجديد من سلسلة M بسفاجأوني أنه لا 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 بقي واحد زيادة من سلسلة M1 وسموه بالM1 Ultra بحسب ما علموا عنه فإنه كان في ميزة في M1 ماكس ما تكلموا عنها سابقا وهي تقنية في M1 واكس اليوم كشفوا عنها فكرة أنك تجد تأخذ معالجين من M1 ماكس وتركبهم مع بعض وهذا اللي هم سووا وطلع لنا M1 Ultra بمعنى أن M1 Ultra هو عبارة عن معالجين M1 ماكس راح يقدم لك أداء خرافي جدا بحسب أبل وهم وجه للناس الفاخرين اللي يبغون شيء لصناعة الأفلام وهذه الأشياء اللي تحتاج موارد كبيرة جدا فتخيل مثلا أنه يدعم رام يصل إلى 128 جيجا بايت يعني شيء خرافي من الآخر المهم أول جهاز راح يجي بهذا المعالج هو ماك ستوديو وهذا اللي يعني عنه هو جهاز يشبه ماك ميني اللهم أنه أكبر حجما بقليل يوضع على الطاولة وراح يكون معه شاشة ويسموها بستوديو أيضا لما نتكلم عن الماكستوديو فالجهاز فيه مداخل كثيرة بالخلف وفيه حتى في الأمامة كل أنواع المداخل اللي تحتاجها موجودة Thunderbolt, USB-C, USB-A اللي هو الكبير القديم موجود مدخل الغاص بذاكرة الكاميرا موجود وموجودة مداخل بالخلف وموجودة بالأمامة على أساس تكون أقرم منك حتى مدخل السماعة موجود هنا إيش الكرم هذا؟ نشكركم صراحة عموماً راح يتوفر بمعالجين بنسخة M1 Max و M1 Ultra بس نسخة Ultra بسعرها مبسيط وراح نتكلم عن سلبات شوي طبعاً هو فيه يدعم ذاكرة داخلية تصل إلى 8 تيرابايت وكذلك رام يصل إلى 128 جيجابايت ومواصفات مخيفة تقدر تركب عليه أربع شاشات وفوقهم تلفزيون بعد ذكي تقدر تربطهم بهذا الجهاز أما لما ننتقل للشاشة الجديدة فهي تجي بحجم 27 إنش دقتها 5K فيها 6 سماعات مصممة من أبل وأبل تتعدك بأنها خرافية ومن تجربتي مع سماعات أبل مؤخراً تفاجأت بأنه عندهم أداء مخيف صراحة في أجهزتهم الأهم أنه فيها مايكات مطورة بأسلوب Studio Mic يعني كانك تسجل بمايكروفونة Studio عشان تتكامل التجربة صار فيه كاميرا أمامي 12 ميجابيكسل يعني عرفت وشو؟ يعني دعم بسنتر ستيج وهذا أول جهاز من سلسلة ماك يدعم بسنتر ستيج بالتالي كاميرا مامية ممتازة مع سماعاته المايك أنت راح تحصل على تجربة مكالمات فيديو خرافية وفي الاجتماعات راح يكون ممتاز جداً هو أساساً مصمم أنه يكون للعمل فعلياً أما بالنسبة لأسعار فهي كما هي ظاهرة أمامكم بخصوص الأجهزة طبعاً M1 Ultra تقريباً ضعف سعر M1 ماكس في جهاز الماكستوديو أنا أدهما أتمنى أن هذا الفيديو أفادكم لخص لكم إجهة في المؤتمر بوقت دقائق بسيطة جداً هذه المرة أقول لكم شوفكم في فيديو القادم من جد مع السلامة